تحويل القبلة في النصف من رجب من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فرض صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض صيام رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها تسع رمضانات لأنه توفي بداية سنة إحدى عشرة للهجرة فرض زكاة الفطر وفي شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض زكاة الفطر وفرضت قبل فرض زكاة الأموال غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى وهي يوم الفرقان الذي فرق الله بها بين الحق والباطل غزوة بدر الكبرى خلد الله ذكرها في القرآن وخصها بخصائص لم تكن لسواها ومن شهدها من الصحابة هم أفضل الصحابة غزوة بدر الكبرى نصر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا وأقر عينه وقويت شوكة المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر